موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتصدر وسم حق نورزان ضحية التحرش الترند على تويتر في العراق وسط أنباء عن مقتل الفتاة من قبل ثلاثة متحرشين وتفيد الأنباء بتعرض الفتاة نورزان الشيماري البالغة من العمر عشرون عام لاعتداء جنسي وطعن حتى الموت من قبل ثلاثة رجال بالقرب من جسر الجادرية ببغداد ونشر رواد صفحات التواصل الاجتماعي أدعو أنهم أصدقاء الضحية أن نورزان نشرت على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول عدم شعورها بالراحة أو بالأمان في طريقها إلى العمل صديقتها سارة زعمت من خلال منشور لها أن نورزان من موليد دوميل آن صديق الفين واحد وكانت تعيل والدتها كونها يتيمة الأب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر